هل حكم الاستمناء في رمضان عمداً حكمه كحكم الجماع في نهار رمضان؟ حكم حكم الجماع في أنه يبطل الصيام وليس حكم حكم الجماع في أنه يوجب الكفارة ليس فيه كفارة ولكن فيه الإثم وفيه بطلان الصيام فعليك بالقضاء قضى هذا اليوم مع التوبة إلى الله عز وجل وأما الكفارة إنها لا تجب إلا بالجماع